بسم الله الرحمن الرحيم أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بإشان تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة عدد من الخدمات والرسوم وحدد الجدوى الرسوم إذن دخول إقامة العمل الافتراضي بقيمة 250 درهما كقيمة الرسوم على الطلب والإصدار لمدة بقاء ستين يوما وقيمة تصريح أو تجديد إقامة العمل الافتراضي لمدة عام بمئتي درهم للطلب والإصدار والتجديد وقيمة رسوم الطلب والإصدار لإذن دخول إقامة لأفراد أسرة حامل تصريح إقامة العمل الافتراضي لكل فرد 250 درهما لمدة بقاء 60 يوما كما حدد قرار مجلس الوزراء رسم إذن دخول إقامة أسرة طالب جامعي لكل فرد بقيمة 150 درهما لمدة بقاء 60 يوما ورسم تصريح إقامة أسرة طالب جامعي لكل فرد بقيمة 150 درهما لمدة بقاء سنة ويكون الرسم بالقيمة نفسها 150 درهما في حال تجديد التصريح لمدة سنة أخرى